المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة الثالثة والخمسون والمئة الفرق بين قصة الرجل الذي مر على قرية وقصة إبراهيم عليه السلام الفرق بين قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وبين قصة إبراهيم عليه السلام حيث سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى من وجهين أحدهما أن إبراهيم طلب الوصول إلى عين اليقين والرجل جاءه ذلك بغير سؤال الثاني أن إبراهيم انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين والرجل انتقل من الشك إلى عين اليقين لأن الصحيح بل الصواب أنه رجل شاك في البعث كما يدل عليه لفظ الآية الكريمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر